السلام عليكم ازاك يا شباب عاملين ايه الاخبار رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنبدأ اول محاضرة في الجزء الثاني تتكلم عن صافي ارباح النشاط التجاري والصناع اللي هي بعبرة عن ايه يعني بيجيبلك مثلا 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 مهندس مثلا اشترى ارض وعايز يبنيها والحاجات دي كلها والتكاليف والموضوع ده كله يعني فاحنا عايزين نطلع صافي الربح بتاعه ببقى ايه ماشي فطبعا هو الدكتور دكتور رحمة كمال خاص بالجزء الثاني هو عمل ثلاث ملازم دي اول ملزمة عن الشحة ان شاء الله وفيه ملزمتين تانية تمام وقال يعني ان اللي امتحاني ان شاء الله بالنسبة للجزء الثاني مش هيخرج عنه ان شاء الله يعني عن المسائل اللي هو الده هنأ دي فاحنا نركز عليها كويس جدا تمام ده شكل المسال يعني انت ممكن تشوف تلاقي شكله طوول جدا بس ايه انت لو قسمت المسألة هتلاقي الدنيا حلوة وسهلة وبسيطة مفهاش مشكلة يعني فاحنا هنزبط البناء مع بعض كده واحدة واحدة ان شاء الله يعني تمام ممكن تخلي معك الم فسفوري ده برضه عشان تعلم على الحاجات اللي انت بتاخدها بحيس اا ما يحصلش لغباطة يعني تمام اول حاجة هنا بيقول لك بقى ده مثال بيقول لك مهندس يعمل في مجال البناء وتشهيد المباني السكنية بغرض البيع لتحقيق ربح اول حاجة عمل ايه بقى بص بقى اول حاجة بيقول لك اه قام بشراء كتعة ارض مساحتها ستمائة متر بسعر الفين جنيل المتر اعمل خط كده وقف خلاص يعني ايه قسم المسألة خطوة خطوة اول حاجة هو عمل ايه ستمائة متر ادي ستمائة متر بتاعنا في كام هنقول في الفين اللي هو سعر المتر نعاز اطلع الاجمالي هو عايزين نعرف هو اشترك كام فانقول ستمائة متر في الفين تلع بكام تلع بمليون ومتين الف جنيل خلاص دي ايه دي اول حاجة احنا ممكن نكمل على طول بدل ما نقعد نكتب نطلع الاجمال بتاعها هي بس طب يلا طب وعمل ايه بعد كده قال لك وزلك بقى هو اشترى الارض دي لي عشان عايز يبني مبنى عليها وقام بقى باستخراج رخصة لبناء مبنى مكون من خمس طوابق هو هيعمل مبنى المبنى ده مكون من ايه من خمس طوابق يعني من خمس من خمس ادوار خلاص ماشي تعال بعد كده قال لك والله بص الخمس طوابق دول بقى هو كل طوابق هتكون من ثلاث نمازج طيب يا سيدي النمازج دي عبارة عن ايه عنها عبارة عن نموذج ألف ونموذج به ونموذج جيم خلاص طيب وتختلف هذين نمازج فيما بينها من حيث المساحة فقط حيث تبلغ مساحة لنموذج ألف ميتين وخمسين وبه ميتين وجيم كام مية وخمسين احنا هنكتبهم برده نجي تحت كده ونقول له قادي ألف وقادي به وقادي جيم هو قال لي ألف بكام بميتين وخمسين متر وقال لي به بميتين وقال لي جيم بكام بمية وخمسين متر جميل جميل يلا فيما يلي المصروفات التي تحملها المهندس في سبيل في سبيل إنشاء وتشتيب هذا المبنى بالجنيه أول حاجة اتنشر ألف جنيه عمولة سمسرة اللي هي عبارة عن واحد في المية من شراء الأرض بص هو بيوضح لك دي ما ليش لازمة هو بيوضح لك بقول لك والله الاتنشر ألف جنيه دي هي واحد في المية من عمولة شراء الأرض اللي احنا طلعناها اللي هطلعناها في الاول مليون ومتين ألف هنكتب مليون ومتين ألف وهنقول زائد زائد كام اتنشر ألف جنيه زائد طيب بعد الاتنشر ألف جنيه ايه دي خلاص خدناها اهو نعلم علاء للفوسفور عشان ايه منتهش. بعد كده قال لك فيه سبعين ألف جنيه الرسوم محمى زائد سبعين ألف جنيه سوم طيب بعد كده قال لك فياتة وعشرين جنيه سوم واستخراج رخصة تلاتة وعشرين ألف جنيه بعد كده خمسة وربعين ألف جنيه تكليف حفro 35 ألف جنيه تكاليف حفظ زائد 35 ألف أعمال خرصانية زائد 85 ألف مباني 65 ألف أعمال صحية لا سباكة 65 ألف أعمال صحية زائد 150 ألف قهربة 150 ألف قهربة بعد كده 120 ألف تكاليف أعمال نجارة 120 ألف أعمال نجارة بصوا يعني أنا بنقي يعني أنا مش إيه مش بخترع 150 ألف تكاليف ديكور 150 ألف ديكور زائد 155 تكاليف مختلفة أخرى 150 50 ألف تكاليف مختلفة هقول له يساوي يقول لك إذا علام تمايلي خلاص خلصنا إحنا أول مهمة يبقى إحنا المليون ومتين زائد التكاليف صح كده اللي إحنا كتبناها هيساوي كام هيساوي اتنين مليون ربعمائة إيه ربعمائة ألف ماشي؟ طيب تعال تعال بقى نشوف المطلوب بقى إحنا كده طلعنا التكلفة بس لسا طبعا هنكمل عليها قال لك قام المقاول ببناء خمس طوابق تبقى لرخصة البناء تم بيع تم خلال العام بيع أربع وحدات سكنية من نموذج ألف بربعمائة ألف وتلاتة من النموذج به تلتمائة ألف وتلاتة وحدات من نموذج جيم بمئتين وعشرة ألف احنا أول حاجة هنطلع ايه يا شباب هنطلع ده البيع اللي هو الإراد خلاص تعال بقى نكتب الإراد بتاعنا هنا كده هنقول تحت كده اهو الإراد ماشي ألف ب جيم طيب والله هو ألف قال لك باع كام؟ باع أربع وحدات بربعمائة ألف يبقى نقول لك ده أربع وحدات في ربعمائة ألف طيب به تلاتة وحدات بتلتمائة ألف هدي تلاتة وحدات في تلتمائة ألف وجيم تلاتة وحدات في كام؟ في مئتين وعشرة ألف خلاص نجمع ده كده أربعة في أربعة بمليون وستمائة ألف وهنا تلاتة في تلاتة تسعمائة ألف وهنا آآ تلاتة في مئتين وعشرة بستمائة تلاتين ألف جنيه نجمع مليون وستمائة زائد تسعمائة ألف زائد ستمائة وتلاتين هدي تلاتة مليون مئة وتلاتين ألف جنيه ده إيه؟ ده الإراض عشان هو ساعة ممكن يجيب لك السؤال يقول لك هي في الإراض أو المبيعات اللي باعها كام؟ هتقول له تلع والله الحاجات اللي باعها الوحدات اللي باعها بثلاثة مليون مئة وتلاتين ألف طب يلا بنا بص هو طالب نقطة واحدة بس صف الربح الخاضع للضريبة عشان تطلع الصف الربح لازم تعمل خطوات دي كلها اللي احنا شغالين فيها جميل؟ طيب يلا بنا أول حاجة أول حاجة احنا هنعمل إيه؟ هنجمع الأمطار متين وخمسين زائد متين زائد مية وخمسين هيبقى إجمالي الشوق كام؟ أو الطابق ستمائة متر حلاص؟ تمام؟ طلعت 600 متر طيب أول حاجة أنا عايز أطلعها عايز أطلع إجمالي مساحة العقار كام يعني دي مساحتها كام هضرب الخمس طوابق في 600 متر في الإجمالي بتاع الشقا ده أنا هقول له كده خمسة في 600 بكام؟ بتلات تلاف متر جميل؟ ماشي هاخد بقى التلات تلاف متر دول وهم أسمهم على إجمال التكاليف عشان يطلع لي تكلفة المتر الواحد بكام هقول له والله 2.400.000 على التلات تلات 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 تلعبة 300 جنيه ده للمتر تكلفة تمام؟ ماشي هنعمل ايه؟ كده احنا طلعنا الإراد محتاجين دلوقتي نطلع التكلفة علشان نعرف الصوفي كام طيب تعال لي كده اجي الته دي يعني تكلفة وانت عندك كام عندك في تلاتة ألف بجين اول حاجة تعملها هنأخذ كده ثم بدون ه wr ده يعني اجي اربعة اه دي ثلاثة ايه دي ثلاتة في 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 خلاص همつر طيب طيب همつر همつر قال اول حاجة ميتين وخمسين بعد كده ميتين بعد كده هقول ايه مية مية وخمسين اه تمام ماشي هنعمل ايه بقى احنا خدنا اللي هي الوحدات صح كده الف كتة اربعة وحدات وبه كتة تلاتة وجيم كانت تلاتة إلا هنعمله والله انقوض التكلفة اللي هاتحن Такojamy 10 اربعة ميتين وخمسين في تمنميّة ثلاثة في ميتين في تمنميّة تلهاك بكنميميت تمنيميت ل Omn تلعب بكام بربعمية وتمانين الف. بعد كده تلاتة اف مية وخمسين في تمنمية تلعب بكام تلعب بثلتمية وستين الف. جمع دول. ربعمية وتمانين الف زائد تلعب مليون ستمية واربعين الف جنيه. طيب. انا عشان اطلع مجمل عشان اطلع ايه? مجمل الربح صح كده? انا عشان اطلع مجمل الربح بعمل ايه? بطرح اه بطرح الاراض ناقص التكاليف. يبقى تلاتة مليون مية وتلاتين الف اللي هو الرقم ده ناقص الرقم ده. ناقص كام? مليون ستمية واربعين. تلع مليون مليون ربعمية وتسعين ايه? تسعين الف. طيب. ده مجمل يا الربح. هو هنا قال لك انا عايز صافر ربح طيب. تعال كده نشوف. بص بقى. احنا بعد ما اخدنا الحتة دي صح كده خلاص? طيب. احنا دي بقى. علما بان المصروفات البيعية والادارية التي انفقها اربعين الف. بص. اي مصاريف اي مصاريف بيعية ادارية اعلانات الحاجات دي كلها دي بتتطرح. في الاخر خالص. طيب انا اقول له كده. اه المصاريف اهي. المصاريف الادارية. كام? اربعين الف جنيه. هنقول ناقص. اربعين الف جنيه. هيطلع كامل داشا مليون. ربعمية وخمسين الف جنيه. وده الصفي. وده الصفي بتاعي. خلي بالك في البابل. بص هو برضو بيلعب بيك. ليه? ضد باك إجابه اللي هي مليون ربعمية وتسعين اللي هو مجمل الربح. Directive if you want to turn up the price. يعني للا اقول ناقص مجمل الربح هتختار.råف何 هي مليون ربعمية وتسعين. لو اقول لك انا احز اهو اهاوصفي. اهوصفي الربح هنختار اي بل امليون ربعمية وخمسين. طيب بخلىTalk. في اجابة الف جايب لك اي هاتين مليون الربعمية جايب للك اجمال التكاليف اللي هي كان اتنين مليون وربعمائة. في امتحان بيجيب لك التلات اسئلة دول بيجيب لك اجمالي التكاليف كامل. بيقول لك اجمالي المبيعات كامل انت بعتها والمجمل الربح كامل والصف كامل على حسب. فانت تشوف اللي هو طالبه منك ايه? وتقرأ كويس وتعرف هو طالب منك ايه? تمام? كده ده اول مسال آآ خلص. تمام? هنطفع المسال التاني ان شاء الله اللي في نفس الملزمة. ده المسال رقم اتنين. المسال آآ التاني ده ده اصغر آآ اصغر من التاني. تمام التاني كان طويل شوية. ده صغير. اول حاجة اهو. قال لك اشترى آآ اشترى مقاول قطعة ارض. مساحتها الف متر بسعر خمسمائة. احنا خلاص بقى عارفنا. هنقول الف في كام? في خمسمائة هنطلع الاجمال بتاعها. طلع بكم بخمسمائة الف? ايدي خمسمائة الف جديد. خلاص. طب تعالي. قال لك احنا ممكن نخدها على طول. احنا كده خلصنا عمل بوزو. قال لك وزلك لتقسيمها لسلس قطع متساوية بعد استبعاد خمسة وعشرين في المية من ساحة الارض. خليها دلوقتي يجيها رجع لها. وبلغ التكاليف. التمهيد. والتسوية تمنمية الف جنيه. هقول له زائد. تمنمية الف جنيه. اهو زائد تاني. وعطي الهايلايتر. مشان نعلم. خدنا دي خلاص. وتكلفة تكلفة المرافق. متين الف جنيه. اهو. زائد متين. الف جنيه. وتكلفة الاعلان. اه بصي واحد. احنا قلنا اي اعلان. اي اعلان. اه. تكلفة الاعلان دي. عشرين الف جنيه. دي خليها لوحدها. دي احتاجها في الاخر. خلاص. هنقول يساوي تلع كام? تلع مليون وخمسمائة الف. طيب احنا كانت التكاليف بتاعتنا كانت مليون. يساوي كام ادي مليون وخمسمائة الف. ماشي? طيب. تعالوا ناخد الحتة اللي فوق اللي احنا قلنا نسيبها. اهو. قال لك وزالك تقسيم تلت كطع متساوية اه بعد استباعات خمسة وعشرين في المية. هو عمل ايه? هو بعد بعد قال لك والله انا اه معاي الف متر انا عاز اشيل منهم خمسة وعشرين في المية. اه شوارع بقى كده اي حاجة يعني. تمام? فهي المساحة الكلية بتاعت حضرتك كامل? الف متر صح? طب. احنا ممكن نعمل كزا حاجة عشان نشير خمسة وعشرين في المية. انا وهقول له يا اما الف متر فيه خمسة وعشرين في المية. تمام? هيطلع كامل ايه دي الف في خمسة وعشرين في المية. ميتين وخمسين للمتر. دي ايه? القطع. هو قال لك كام السماء التلت كده? هقول له فيه تلاتة اه? هيطلع بكام? سبعمية وخمسين متر. خلاص? يبقى انا كده عندي المساحة اللي هشتغل عليها الجديدة اللي هي سبعمية وخمسين متر. طيب سبعمية وخمسين متر. ماشي? طيب. هقول له على اول حاجة. عالتالك قطع سبعمية وخمسين عالتالك قطع هيبقى ايه? هيساوي متلين وخمسين متر دي للقطع الواحدة. هتاخد السبعمية وخمسين ونقس منها على الملين ونص. اجي ملين ونص على سبعمية وخمسين. ايبقى تكلفة المتر تكلفة المتر كان لعلفين جنيه. خلاص? طيب. هنعمل ايه? هنا? قال لك فايزة علمت. بعد ما نخلص بلروح نشوف بقى فايزة علمت? ان الممول باع من هزيه الارض كطعتين بسعر كان الفين وتنمية للمتر المربع. تمام? تمام? ماشي. يلا بالنعمل دي. بقى نكتب كده اول حاجة هنا الاراض. الاراض هنقول له القطعتين في القطعة متين وخمسين متر في الفين وتنمية اللي هو مدهيل. خلاص? طيب. بقول له كده اتنين في متين وخمسين في الفين وتنمية. هيطلع بكم بمليون ربعمية مليون وربعمية الف. خلاص? ماشي. ده كده بالنسبة للتكلفة. طيب اه سور الاراض. طيب عايزين يجيب اللي هي التكلفة. هنقول ايه? هنقول اتنين في متين وخمسين اهو زي ما انا اهو متين وخمسين متر. مش هناخد اللي حين وتنمية بقى هناخد الفين التكلفة. تبقى دي بتروح معه التكلفة على طول دايما. انا بطلع دي عشان هاخدها في التكلفة. هقول له في الفين. بقول له كده اتنين في متين وخمسين في الفين. هيطلع بكاملة سيدي. هيطلع بمليون جنيه طيب. خطفة اللي بعد كده احنا بنعمل ايه? هنطرح ايه الايراد ناقص التكلفة. هيديني حاجة اسمها مجمل الربح. يبقى مليون وربعمية ناقص مليون هيطلع بربعمية الف جنيه. منساش المصاريف الادارية او الاعلان دي موجودة عندنا بكام? بعشرين الف. تمام? يبقى هقول له كده. ناقص عشرين الف. الصافي بتاعنا هيطلع كام? تلتمية وتمانين الف جنيه. خلاص اخ. هو طلب منك الصافي. فالصافي عندك تلتمية وتمانين الف. ده كده تاني مسألة خلصناها. بالنسبة للنجاني. ده سؤال تاني مختلف. بتكلم عن ارادة المنشآت الصغيرة اه الحجم الفعل الاولى. تمام? ده القانون بيقولك المباعات بيساوي صافي المشتريات زائد صافي المشتريات في نسبة الربح. بيقولك يستخدم هذا القانون في حالة لو النسبة ربح من التكلفة. طيب او صافي المشتريات تكلفة المباعات في مية على مكمل نسبة الربح يستخدم في القانون ده لو سعر البيع خلاص? يعمل لو سعر البيع عشرة آآ على مية. لو آآ لو في السؤال سمن البيع ده عشرة تسعين. لو التكلفة عشرة على مية. قلاص بتحفظها قبل. قالك بعد كده لما بتطلع والله بتطرح منه حاجة اسمها صافي المشتريات او تكلفة المباعات. هي بديك حاجة اسمها مجمل الربح. بعد كده بنشوف لو فيه مصاريف ادارية او عمومية هنترحها برضو. والمصاروف بيقولك المصاريف الادارية والعمومية غير غير المؤيدة والمستند دي يتقرم مع الحد الاقصى بسبعة في المية. يعني لو قال لك المستندات دي غير مؤيدة هنترحها بسبعة في المية. تمام? المصاريفات الادارية والعمومية. العمومية المؤيدة والمستند اهي ويختار الاقل. تشوف اين الاقل وتاخده وتطرحه. يعني لو انت عندك ادك تلاتين الف جنيه مسلا مصاريف عمومية. قال لك بس المستندات دي غير ايه? غير مؤيدة. خلاص? انت بتاخد المجمر الربح بتاعي وبتضربه في النسبة وتشوف فين الاقل فيه وتقوم واخده وتحطه وتطرحهم لاجمال. ماشي? طيب. مسال توضيحي. تعاني نشوف المسال ده كده. هنا احله لكم بطريقة سهلة جدا. اصيبكوا ايه? ما الكلام ده كله. بص يا سيدي. هنا بالنسبة للسؤال ده انا اول حاجة هبص عليها. اول حاجة هبص عليها. هروح اجري عن نسبة واشوفها. هي النسبة من ثمن البيع ولا من ايه التكلفة? قال لي من ثمن البيع يبقى ايه? هيبقى عشرة على تسعين. يبقى شغل كلها هيبقى على عشرة على تسعين. طيب. بص يا سيدي. انا ممكن اعملها من غير آآ مكتب. قال لك بلغت مشترياته كام تسعمائة الف? قاتت تسعمائة الف بتوعنا. ماشي? طيب. رد للممول ما كمته خمسة واربعين الف. مرضوضات بتطرح. ادي خمسة واربعين الف. يساوي يساوي كام الرقم ده? بعد كده قال لك. باعة الباقي بها مش كام يا باشا? عشرة في المية من ثمن البيع. يبقى انا هقول له كده في عشرة على تسعين. تلع بكام يا سيدي? تلع بخمسة وتسعين الف جنيه. طيب. قال لك بقى وهناك مصروفات عمومية مؤيدة بالمستندات تلاتين الف جنيه. يبقى انا هقول له كده ناقص تلاتين الف جنيه. اهو. ناقص تلاتين الف جنيه. تلع بكام? تلع بخمسة ستين الف جنيه كده تحلت خلاص المسألة. هو مخترق ايه? خمسة ستين الف. ماشي? طيب. ممكن نكتبها عشان ايه? الناس تبقى واخدى بالها. اول حاجة قال لي هو بلغت مشترياته بتسعمائة الف اهو. بعد كده مرضو ضغط خمسة واربعين الف. طلع ايه دي? تسعمائة الف ناقص خمسة واربعين الف. طلع بكام? تمنمية خمسة وخمسين الف. خلاص? طيب. احنا قلنا بقى تركاية بقى بتاعتنا هنا. بنعمل ايه? بنشوف هو تمن بيع ولا تكلفة? لو تمن بيع هنقسم او هنضرب في عشرة على تسعين. خلاص? اهو. ايب هقول له والله الرقم ده. في عشرة على تسعين. تلع بكام? تلع بخمسة وتسعين الف جنيه. نطرح منه المصروفات. ده المجمل. خلاص? طيب. عاز اطلع الصوفي. ادي تلاتين الف جنيه. انا هقول له ناقص والله تلاتين الف جنيه. تلع بكام بخمسة وستين الف جنيه. خلاص? طيب. لو دي لو قال لك لو قال لك بدل سمن البيع قال لك التكلفة. لو قال لك سمن البيع قال لك التكلفة. زي ما انت كده والرقم اللي تلاقي لك ده كده. اقول له في عشرة على مية. ماشي? اقول له تمانية. خمسة خمسة. انه في عشرة. طلع بكام? ده لو هنا قال لك التكلفة بقى. بقى انا هعمل عشرة على مية. خلاص? هيطلع لي. هيطلع لي هنا. كام? ادي? اهو. ماشي? تمن تلاف خمسمية. اهو. خمسة وتمانين الف وخمسمية. خلاص? طيب. هنترح منهم التلاتين الف. ناقص. اقول له التلاتين. الف تلع كام? اهو. خمسة وخمسين الف وخمسمية. بص. نجدها لك هنا برضو. هنتركز في الحتة دي جدا. اعرف. انت ممكن. وانت شغال تقوم قسم. تقوم ضرب عشرة في المية على طول. فتلاقي الخمسة خمسين الف. والله ايه ده رقم موجود? ده هتطلع غلط. فانت احفظها لما يقول لك ثمن بيع. هعمل ايه? يبقى هقول له هضرب في عشرة على تسعين. طب لما يقول لي تكلفة. هضرب في عشرة في المية على طول. خلاص احفظ دي. عشان هو يعني تسعين في المية اه ان شاء الله السؤال ده هيجي. ان هو طبعا في الجزء التاني لغى حاجات كتير بصراحة كالترخير الدكتور يعني يسلم. فاكيد هيزاود حاجات تانية. ناشي. تعالي نشوف ده مسألة تانية برضو عن نفس الجزء. بصوا ممكن عشان دي برضو الناس اللي تتلغبط في الحتة دي. بص انت تعمل ايه? او لما يقول لك تكلفة. هو كده كده قردي تكلفة. فان هضرب في عشرة في المية على طول. تكلفة هضرب في عشرة في المية. طب لو تمام بيع. ها? يعني دي انا ايه? جات لفكرة كده. لو جات لتمام بيع لأنا حاول اطلع تكلفة منها. اللي هي ايه? يبقى عشرة على تسعين. ده تمن البيع بتاعه. خلاص? طيب. لو تكلفة زي ما هي هي تكلفتها مش اخد منها تاني. مش هنقص منها. لأ. هي في عشرة في المية على هوا. لو قال لي تمام بيع لأ تمام بيع لأ انا هتطلع منه. هو بقول لعشرة على تسعين. ماشي? حالو نشوف السؤال ده برضو لازيز. اهو. ماشي? طبعا. بص دي تتحل بالقال على طول من غير ما تمسك اي حاجة. قال لك ممول يمتلك منشاة صغيرة من الفئة الاولى ويستخدم على مدار العام. عشر عمال من النجدة ابيه. ويتعامل في سلع غير مسعرة تسعير جابريا ويبلغ متوسط مبيعاته اليومية الفين جنيه. هقول له الفين فيه. ويبلغ عدد ايام العمل بعد استباعات كزا 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 تلتمية يوم. هقول له في تلتمية يوم. فيه. وقال لك في الاخر بمعدل اتناشر ايه في المية عازيز سوفي. هقول له الله في اتناشر في المية. تلعب بكام? بتمين وسبعين الف جنيه. خلصت المسألة خلصت. ممكن يجيب ده كمان. نميل? طيب. انا بعمل ايه? انا باخد. اللي هي ما بيعطي اليومية هم ضربها في عدد الايام هم ضربها في النسبة. بس ما بعملش حدا كتر من كده. هو ده اللي بتاع. تمام? كده احنا خلصنا اول ملزمة. من الجزء التاني. هيبقى معنا ان شاء الله ملزمتين تانيين ان شاء الله. آآ يعني هنعمل فيديو تاني ان شاء الله عن المهن الحرة. بل فيديو اللي جاي ان شاء الله هيتكلم عن ايه? عن المهن الحرة. وانا بأكد تاني ان الدكتور قال الجزء التاني هيجي من تلات ملازم دول اللي انا بشرح منهم دول. مش هيطلع منه الامتحان بالنسبة للجزء التاني. اما الجزء الاول فلانا الله فيه. مش عارفين هنجيب في ايه? لان الدكتور غالبا مش عارف كان يعني كان بيدينا حاجات تانية المهمة. فاحنا هنركز على الملزمة جدا نحفظ المسائل بتاعتها زي اسمينا كده. عشان لو جالك اي ازال تبقى انت تمام فيه. ماشي? خلاص. احنا خدنا ايه النهاردة بقى? هقول لك احنا خدنا ايه يا سيدي. احنا خدنا ايه النهاردة? خدنا اه صافي ارباح النشاط التجاري والصناعي. اللي هو بيتكلم عن ايه? اه صافي ارباح اللي هي شراء وتشييد العقارات. لانا لو هبنى عقار هبنى شقة الكلام ده كله. بنعمل ايه? خدنا المسال ده? وخدنا ازاي بنحله? وطريقته? ماشي نركز عليه برضو المسال ده? ده اول مثال بيتكلم بقى ان هو ايه? بيديك بعض التكاليف وبيديك سعر المتر الواحد ومساحة المتر الكلية. فبتدربهم بيديك الاجمالة بعد كده بتطلع التكاليف بتاعتها وتبدأ بقى ايه تحسب زي ما احنا عملنا. خدنا تاني مسال برضو. ده بيكلم خد قطعة ارض فاضية وبدأ يوزعها. ويعرف تكاليفها كام? ودي خدناها. تمام وشرحناها ازاي? اه تالت حاجة خدناها برضو اه ارادة المنشآت الصغيرة. تمام? اللي هو السؤال اللي احنا اه شرحناه. اللي هو ممول بقى منشآة صغيرة. اه بتعامل ازاي? احنا قلنا التركاية بتاعتها لو قال لك تمام بيع. بنقسم عشر على تسعين. لو قال لك تكتفى بنضرف عشرة في المية على طول. ودي المسال الرابع والاخير من الملزمة النهاردة. قال لك ممول بقى يمتلك منشآة صغيرة. المسآة ده حلوة اوي. احنا بناخد ايه? بناخد اول حاجة بناخد مبعات اليومية. بننظر بينها في عدد الايام. بننظر بينها في النسبة بيطلع لي الناتج ده. تمام? كده احنا خلصنا اه اول ملزمة في الجزء الاول. ان شاء الله على خير اه اشوف يعني ممكن بكرة او النهاردة لو عرفت هعمل لكم فيديو تاني. ده هيبقى بتكلم عن اه صافي اراد المهن الحرة. وبعد كده هيبقى في اخر فيديو ان شاء الله هو صافي اراد الصروة العقرية. تمام? اه اشوفكم على خير ان شاء الله. ولو الفيديو عجبكم يعني اكتبوه في الكومنتات كده. ودعوة حلوة منكم وان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا واستلام عليكم. حلوات شاذك قلعون لكمو هذه المعلومات.